الاوضاع الاقتصادية الحقيقة هم لو فيه مناخ يساعد ان الصحفين يشتغلوا وان الصحف تصدر او حتى ان سوق الاعلانات الالكتروني يبقى فيه تسهيلات وضمانات اكتر من كده الصحفة ممكن تصرف على نفسها مش صحيح ان الناس ما بتقراش الناس بتروح توقف طوابير في معرض الكتاب وبتدفع فلوس لكنها ما بتدفعش فلوس في الصحف لانه المحتوى بقى متشابه الى حد كبير ودي مسألة اخرى تتعلق بيه عندنا جزء اقتصادي يتعلق بيه اقتصاديات صناعة الصحفة نفسها لكن عندنا الجزء الاهم اللي هو المحتوى تشابه المحتوى وفقره وعدم موجود ما يجذب القارئ لان يدفع فلوس او يدفع فيها اموال او حتى ينزل من بيته عشان يشتري الجرنان وكمان انه يعمل كليكة حتى على مواقع هو عارف مسبقا هي بتكتب ايه ومش هيلاقي ومش هتعب نفسه يدخل ايه يدور على حاجة هو عارف انه مفهاش جديد طيب رسالة حضرت لعباء الجمعية العمومية قبل الانتخاب رسالتي للجمعية العمومية كتير منكم كان عبر عن استياءه وعن غضبه من الفترة الاخيرة هناك فرصة لاستدعائكم هناك فرصة لتغيير حقيقي ليس مبنيا على معارف شخصية وعلاقات شخصية او اي مكاسب محدودة في يوم الانتخابات ولكن مبنيا على الرغبة في اعادة المهنة عن طريق استعادة النقاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة